السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحييك بيري لكم أحدهما أنتوشي الأمس والثاني اليوم العسورة على الجسستي السوريين زياد عرابي وابنه براق 18 عاما أثناء رفع أنقاط البناء الذي كان يقيمين فيه بمدينة أنطاكيا بعد مرور 9 أشهر على بقوع الزلزال خبرنا الثاني أصدقائي اغتيال حاتم بتوز العميل لميليشي أمن الدولة وأحد كبار تجارة المخدرات بعد استهداف مجهولين له بالرصاصة المباشرة في مدينة يبرود بريف دمشق المجرم بتوز شبح على أهل قريته لسنوات وسلم عددا كبيرا من رجال يبرود المطلوبين لميليشيا الأسد صفحات محلية ذكرت أنه عام 2014 صعد على منبر أحد مساجد بحزائه وزيه العسكري موجها تحية لبشار الأسد خبرنا الثالث أصدقائي اعتقال امرأة أنجبت طفلا ومن ثم وضعته في كيس بقالة وقعته من شرفة منزلها في منطقة السنيورت بولاية اسطنبول إلى الشارع المرأة قالت للشرطة التي جاءت لاعتقالها لماذا تهتم أليست هذه طفلتي وفات خمس شبان سوريين إسراء غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية خلال محاولتهم الوصول لأوروبا وشبان الخمسين حضرون من ريف دمشق وهم محمد أحمد ويسام محمود مصعب أحمد المصري عصام طهر جبل حزيفة عدنان بربور اشتركوا في القناة